كلمنا في السابق يا جماعة عن مصادر أصول الفقه يعني احنا بنجيب الأحكام منين؟ فين هو البير اللي بنجيب منه الميا؟ لكن النهاردة بقى عايزين نعرف إزاي نجيب الميا من البير كيف يتم استنباط الأحكام من مصادرهم؟ المصدر مثلا هو القرآن إزاي بقى نجيب الحكم منه؟ زي ما كلنا عارفين القرآن تنزل باللفظ العربي علشان كده اللي عايز يعرف حكمه في مسألة ما يجب أن يبرع في فهم اللغة العربية يجب عليه أن يعرف لغة العرب وأحكامها حتى يخرج حكمه سليم غير سخيم ولا معين طيب إيه هي بقى الوسائل التي يمكن من خلالها استنباط الأحكام من مصادرها؟ الوسائل دي تلاتة أول حاجة القواعد الأصولية والتانية فهم مقاصد الشريعة والتالتة والأخيرة معرفة الناسخ والمنسوخ وأحكام التعارض والترجيح النهاردة بقى أنا عايز أكلمكم عن القواعد الأصولية ودي بتنقسم بدورها لأربعة أخسام وضع اللفظ للمعنى واستعمال اللفظ للمعنى ودلالة اللفظ على المعنى وأخيرا كيفية دلالة اللفظ على المعنى وعلشان المباحث دي طويلة جدا فأنا النهاردة هكتفي بالكلام عن وضع اللفظ للمعنى وعلشان أكون صريح مش هتكلم عنها كلها هتناول جزء منها ونكمل الباقي بعد كده يلا بينا واحدة واحدة مع بعض شوفوا يا جماعة لما بنتكلم عن وضع اللفظ للمعنى يعني عايزين نعرف اللفظ بيقصد أي معنى وعلشان نفهل الموضوع ده كويس لازم نبقى عارفين أن اللفظ بيقع على ثلاث أقسام فاللفظ إما يكون خاص أو عام أو مشترك وأنا النهاردة هتكلم عن اللفظ الخاص فقط واللفظ الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد واللفظ الخاص ده ممكن يكون شخصي أو نوعي أو جنسي أو موضوع لدلالة على معنى معين شخصي زي ما نقول زيد أو عمر هنا اللفظ بيحدد شخص معين نوعي زي ما نقول إنسان أو حيوان بيدل على الجنس المشار إليه ويكون موضوعا للدلالة على معاني زي ما نقول عالم أو جاهل وغير ذلك من الصفاء وديف على ده كمان الأرقام عند وردها في النص لأنها ألفاظ خاصة بتؤدي إلى فهم محدد زي قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كده إحنا عرفنا يعني إيه لفظ خاص عايزين بقى نتكلم على ثلاث مواضيع بتخصه بشيء من التفصيل أولهم اللفظ الخاص المطلق والمقيم لما أقول راجل على سبيل المثال ده لفظ خاص زي ما اتفقنا لكنه لفظ خاص مطلق بينطبق على أي راجل شاب بقى كهل عجوز مصري عراقي أردني لكن لما أقول رجل صعودي ده يبقى لفظ خاص مقيد وطبعا لما اللفظ يريد مطلق في القرآن أو السنة يبقى هناخده على إطلاقه ولو ورد مقيد يبقى هناخده على تقييده يعني على سبيل المثال قوله تعالى وَالَّذِينَ تَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرَوْنَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعْتَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ يعني لو واحدة جوزها توفى المفروض أنها تمسك نفسها عن مظاهر الفرح والمتعة أو الزواج من غيره مدة أربع شهور وعشرة أيام هنا كلمة أزواجا وردت مطلقة غير مقيدة مطلقة لأن أزواجا هنا بتشمل الزوجة المدخول بيها والغير مدخول بيها الاتنين يمشي عليهم لفظة أزواج لكن عندما يقول عز وعلا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فهنا لفظة نسائكم جاءت مقيدة المقصود هنا مش أي زوجات لا الزوجات المدخول بهن يعني المقصود من الآية جماعة أنه بيحرم على الرجل بنت مراته اللي هو دخل بيها لكن لو لم يدخل بها أي الأم يعني وطلقها قبل الدخول بيحل له في هذه الحالة الزواج من بنتها مثال تاني قوله تعالى عن كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتماس هنا لفظة رقبة وردت عم الرقبة بقى تكون مؤمنة أو غير المؤمنة لكن في قوله تعالى عن كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة يعني هنا لفظة الرقبة وردت مقيدة لازم الرقبة التي يتم تحريرها ككفارة للقتل الخطأ تكون رقبة مؤمنة لحد هنا مفيش مشكلة لكن في بعض الأحيان اللفظ بيرد مرة مقيد ومرة مطلق إحنا بقى ناخد به على إنه مقيد ولا على إنه مطلق خلينا نفرق ما بين عدة حلال أولا اتفاق السبب والحكم وده زي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هنا الدم حرام على إطلاقه وفي قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير هنا لفظ الدم جاء مقيد أن يكون مسفوحا يعني الدم السايح هو الحرام أما بقى الدم اللي في الكبد والطحال والعروق فكل ده أكله مش حرام هنا احنا المفروض نعمل إيه هنا احنا المفروض نحمل المطلق على المقيد يعني لفظة الدم المطلقة الواردة في الآية الأولى بيتم حملها على المقيد الوارد في الآية الثانية الحالة الثانية اختلاف السبب والحكم يعني الحكم مختلف وكمان السبب في الحكم مختلف وذلك مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هنا السبب هو السرقة والحكم هو قتل يد وقوله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق هنا السبب هو الوضوء المبيح للصلاة والحكم هو غسل اليد يبقى هنا المطلق يظل على إطلاقه والمقيد يظل على تقييده الحالة الثالثة هي اتفاق السبب واختلاف الحكم وذلك مثل قوله تعالى في الوضوء واغسلوا أيديكم إلى المرافق هنا السبب الوضوء والحكم غسل اليد وقوله تعالى فامسحه بوجوهكم وأيديكم هنا السبب هو التيمم والحكم هو المسح على اليد أيضا في هذه الحالة بيختص كل لفظ بحكمه المبين في الآية الوضوء يبقى بالغسيل والتيمم يبقى بالمسح الحالة الأخيرة اختلاف السبب واتفاق الحكم وذلك مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى السبب في هذه الآية أداء كفارة الظهار والحكم تحرير رقبة على إطلاقها مؤمنة أو غير مؤمنة وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هنا السبب هو أداء كفارة القتل الخطأ والحكم هو تحرير رقبة بس المراضي مؤمنة هنا الفقهاء اختلفوا قال الجمهور أن في هذه الحالة بيظل المطلق على إطلاقه والمقيل على تقييده وفريق آخر قال أنه في هذه الحالة يجب حملة مثل تلك الأحكام على سبيل التقليل وذلك لتنصق الأحكام علشان تبقى الرقبة المطلوبة للوفاء بغفرة الظهار هي رقبة المؤمنة بس إحنا مش متفقين مع هذا الرأي لأن الله جل وعلا لو كان يقصد مثل هذا الحكم للظهار لكان أحد دي أول مسألة كنت عايزة نقشة المسألة التانية بقى متعلقة بالأمر وعلاقته باللظ الأمر يا جماعة هو اللظه الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء والاستعلاء ده المقصود بيه أن اللي بيبدي الأمر ده عادة ما بيبقى عالي على اللي بيستقبل الأمر والأمر ممكن يجي بعدة صور وأشكال منها السياغة على شكلة إفعل مثل قوله تعالى أقم الصلاة وتكون أيضا بالفعل المضارع المقترم بلام الأمر وذلك مثل قوله تعالى من كان يؤمن بالله أو اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقد يأتي بتعابير أخرى مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين المشكلة بقى في دلالة الأمر في النص لأن دلالة الأمر بتتعدد على نحو كبير ممكن يكون مقصود بيها الند مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أو الإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أو التهديد مثل قوله تعالى فعملوا ما شئتم أو الإرشاد مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم برين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأنت لما كتبتش الدين لا تؤثم ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيرشدك إلى ما هو أفضل التأديب مثل قوله عليه السلامة لابن عباس رضي الله عنهم كل مما يليك التعجيز مثل قوله تعالى فليأتوا بصورة من مثله أو الدعاء مثل قوله تعالى ربي اغفر لي ولوالدي أو الإمتنان مثل قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله الإكرام مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين وأخيرا الإهانة مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم طب هنا بقى فيه إشكالية إحنا نفهم من الأمر في النص إيه جمهور الفقاء يا جماعة قالوا إن إحنا بنفهم من الأمر في النص الوجوب لأن ده طبيقة الأمر الأمر بيدل على الوجوب إلا بقى لو في قارينة بتدل على غير ذلك يعني في دليل إحنا فهمناه بيدل على إن الأمر في النص كان للتهديد مثلا فقوله تعالى عملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير واضح أوي إنها للتهديد وليست للأمر طب في إشكالية تانية يعني ساعات ربنا سبحانه وتعالى يكون منعنا عن عمل شيء في فترة معينة ثم يعود ويأمرنا بعمل هذا الشيء بعد انتهاء هذه الفترة يعني على سبيل المثال قوله تعالى غير محل الصيد وأنت محرم يعني بعض الإحرام ما ينفعش حد يصطاد وقال تعالى أيضا وإذا حللتم فاصطادوا طب هنا بقى الأمر اللي جاي بعد حاجة كمانه عنها بيفيد الأمر ولا الند ولا الإباحة يعني بعد الإحلال من الإحرام لازم نصطاد ولا يستحسن نصطاد ولا إحنا أحرار نصطاد أو لا هنا جمهور الفقاء قالوا إن الأمر بعد الحظر بيفيد رفع الحظر يعني بيحل لك الصيد في حالة الإحلال من الإحرام استحملوني في إشكالية كمان فيما يخص الأمر هل الأمر بيفيد التكرار؟ في ناس قالت آه الأمر بيفيد التكرار لكن جمهور الفقهاء قالوا لأ الأمر لا يفيد التكرار إلا بتكرار ما يوجبه يعني الوضوء واجب للصلاة والصلاة بتتكرر يبقى الأمر بالوضوء بيتكرر بشكل ضمني مش كده لا إيه لكن قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كتب عليكم الحج هنا الحج كتب علينا مرة وحدة ونحن غير ملزمين بتكراره كأصل عنا والأمر يا جماعة بيدل عادة على الفورية يعني طالما إحنا مأمورين بحاجة فيجب أن ننجزها فورا واستثناء من ذلك لو ترك الله لنا فيها فسحة من الوقت فيقبل في إنجازها التراخي إلى حد نهاية هذا الوقت زي صلاة الظهر مثلا ممكن تصليها في أول وقتها أو أخره وإن كان مستحب أداءها في أول الوقت كمان ما لا يتم الأمر به فهو أمر يعني مثلا ربنا أمرنا بالحج يبقى ربنا أمرنا بالسفر إلى مكة لأن الحج لن يتم إلا بالسفر إلى مكة المسألة التالتة والأخيرة والمتعلقة باللظ هي النهي النهي في اللغة هو المنع وفي الاستلاح هو طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلام وبيجي النهي بصيغته المشهورة اللي هي الفعل مسبوخا بلا زي لا تقربوا الزنة أو بصيغة التحريم فرمات عليكم أمهاتكم ينفعش واحد يتجاوز ممتو أو الأمر بالطرق مثل قوله تعالى وضروا ظاهر الإثم وباطنه أما دلالة النهي فهي تتعدد كما هو الحال مع دلالة الأمر فيقصد منها التحريم مثل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والدعاء زي قوله تعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إيد هديتنا والتأييس يعني أن أسك من شيء وفهمك أن ما فيش أمل منه مثل قوله تعالى لا تعتذروا اليوم إنما تزون ما كنتم تعملون والنهي يا جماعة غير الأمر بيفيد دائما الفور والتكرار يعني طالما شيء تم النهي عنه يجب تركه فورا والاستمرار على الترك على سبيل الاستدامة والثبات طيب فيه فرق ما بين الفساد والبطلهم هل لو عبد ارتكب شيء منهي عنه فعله ده بيكون باطل يعني مش نفع خالص ولا بيكون فاسد يعني ينفع ويمشي بس مش مستحب زي مثلا الصنف العيد أو البيع بغير تحديد التمن أو أجل التسليم هنا العلماء فرقوا ما بين أحكام العبادات والمعاملات العبادات لو لم يلتزم فيها الشخص بالنهي بتعتبر باطلة لأن العبادات إحنا ما ينفعش نشغل مخنا فيها ربنا قال عليها ولازم نعملها على النحو اللي إحنا مأمورين به أما بقى المعاملات فبتعتبر فاسدة يعني أنت اتفقت مع واحد على بيع شيء ولم تحدد التمن فدي معاملة فاسدة لكن إن تم الاتفاق على الثمن لاحقا زال الفساد وتم اعتماد المعاملة أو التصرف في ناس باموف اتش على الرأي ده وقالوا كده إن أي شيء يتم إيتيانه ورغم نهي الشارع عنه بيعتبر فاسد وباطل بغير التفرق بين العبادات والمعاملات والرأي الأول في رأي هو الأولى ترجمة نانسي قنقر